حقيقة في البداية أستاذ عيسى أنه اللي بيحارب قاعد في قطاع غزة هو جيش هش أساساً هو جيش من أقلية إجوا على قطاع غزة وعلى فلسطين بعد محرقة الهولوكوست اللي هم تعرضوا إلها فأساساً هم بدايتهم كانت يعني تعتبر محرقة بالنسبة لهم فلموهم بريطانيا وجبوهم عنا هون على فلسطين فلسطين طول عمرها وفي كل مكان أنا بأحكي فلسطين طول عمرها دولة مقاومة ودولة قوية مهما كان فيه إعداد شهداء ومهما كان فيه تزايد في إعداد الشهداء أخوي عيسى ولكن فلسطين طول عمرها صامضة وشامخة وعمرها ما يعني فيه أي إشي ممكن يهزها أو يخليها تستسلم أو تتنازل بسهولة نابليون بونابرت كان أحد من حاول أن يغزو وغزة ووقع في فخ أبنائها وشباكهم وأيضاً الرومان وحتى إسرائيل أنت ذكرت قبل قليل محرقة الهولوكوست وتعود من الذاكرة إلى أكبر ما كان يوصف بأكبر مظلمات التاريخ تعرض على جنود الحمر في أمريكا ألا ترين بأن الأمر يتكرر ببشاعة أكثر فيما يتعلق بالفلسطينيين لأنه لو طلعوا وواجهوا دولة زي مثلاً دولة روسيا أو دولة أمريكا أو ألمانيا نقول مش حيقدروا يواجهوا مش حيقدروا يتحملوا ولكن هم كل قوتهم المزعومة واللي بدعم من أمريكا كلها على ناس عزل أطفال عزل ناس أبرياء ما لهم علاقة بأي شيء غير أنهم أبرياء غير أنهم أبناء غزة بس إحنا في غزة زي ما حكيت لحضرتك أستاذ عيسى ما زلنا صامدين وحنظل صامدين وحنظل معتصمين بحبل الله يومياً نرى ازدياد كبير في أعداد الشهداء 70% من أعداد الشهداء لحتى الآن جلهم من الأطفال ومن النساء يعني كلهم أولاد صغار إيش عملوا إيش زنبهم إنهم لموتوا حتى الخدج يعني نالهم نصيب من هذه نعم في مستشفى الشفاء بسبب انقطاع المولدات الكهربائية عن مستشفى الشفاء حوالي 40 طفل تم يعني دفنوا وهو مات إيش زنبه طفل جنين طالع من بطن أمه بسبب انهيار ترجمة نانسي قنقر